طيب بسم الله والصلاة والسلام على سيدة الخلق بالسنينة ما بعد حياكم الله يا شباب حياكم الله في فيديو جديد طبعا قبل ما أبدأ في الفيديو تنبيه للإخوان اللي قاعد يرسلون على الخاص حلل لنا كده حلل لنا كده حبايبي أي واحد بيرسل على الخاص لن يحلل سهمه خذ القاعدة وليس بالشرط أنا أرد عليك مثل كل مرة أكتب لك اكتب في اليوتيوب اكتب تحت أي فيديو تبي أي فيديو لابو ناصر اكتب تحته تعليقك حلل لي سهم كده سيتم تحليله بإذن الله إذا في إمكانية لكن كل ما تأخر الوقت فيك ترى يضيق عليك لأن أنا عندي أسهم مرتبة الآن ومسجلة في ورقة مرتبة ترتيب كده وقاعد أنزل كل فترة حسب الاستطاعة وقاعد لكم أنا إلى منطقة معينة وبعدها بيوقف التحليل إلى بعد العودة إن شاء الله لكن أنت كده ضيع وقتك وتتأخر تحليل سهمك ويمكن ما يحلل قبل العيد يعني بسبب تصرفك الخاطئ اللي أنا نبهت عليه كثير أن لا ترسلوا على الخاص ارسلوا في اليوتيوب التحليل يكتب في اليوتيوب وليس في أي مكان آخر طيب نبدأ الآن إلى أول حبيب لنا يقول سام كيان ربي يسألك ويحفظك كيان تم تحليله في اليومين الماضية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسهد الله مساك بكل خير وبركة أبو ناصر ممكن تحليل سام به نبي بالسعودية إذا تكرمت بلك مني الشكر الجزير كذلك هذا لاحق بإخوانه تم تحليله أزاك الله خير حبيبي هنا السلام عليكم والله يرحم ولديك أبو ناصر سام على بحث الإعلام هذا أول سهم بعدين عندنا الله يبارك في عمرك وعلمك مشكور يا أبو ناصر ما قصرت هذا أحمد مهيدي بعدين عندنا لو تكرمت يا أبو ناصر بارك الله فيك تحلل لنا سام رتال رتال تم تحليله يا حبيبي عندي حبيبنا يقول بارك الله فيك ويسعدك لسماك لاحن تم تحليله في الفيديو اللي نزل قبل هذا الفيديو أبو ناصر الغال المبدأ بظلا منك ريس سام صاف الله مجموعة صاف الله هذا السام الثاني حبيبنا يقول ربي يسعدك سام المطاحن الأولى هذا السام الثالث بقيننا سامين حبيبنا يقول الله إزاك خير ورحمه والديك يا أبو ناصر ما قصرت وإياك حبيبي يعطيك العافية وسديك يا رب متعلقين بسام سنومي رتال تم تحليله يا حبيبي ارجاله ويش نسوي طيب عندنا عن عام القابضة اللي حبيبنا الكينغ يطلبها هذا السام الرابع بقيننا سام واحد طبعا حبيبنا يقول السلام عليكم مساء الخير أبو ناصر ممكن تحليل سهم باع عظيم وذيب والصادرات و جي آي جي والأندلس الله يعطيك العافية طبعا بناخذ أول سهم من عندك فقط وباع عظيم ونتوقف عندك الفيديو اللي بعد هذا نكمل باقي أسهمك اللي هي ذيب والصادرات و جي آي جي والأندلس يعني ما شاء الله تبارك الله أنت ختمت هذا الفيديو وبتأخذ حيز كبير في الفيديو الثاني بتأخذ واحد اثنين ثلاثة أربعة أسهم يعني ما تسمح إلا لشخص واحد أنه يخاويك في الفيديو الثاني نبدأ الآن بأول سهم عندي في هذا الفيديو وهو الأبحاث والإعلام نأخذ الآن المؤشرات طبعا لاحظ المؤشرات الشهرية اختراق الخط الأسود ومسوي قمة وهنا اختراق فهذا جميل جدا أضف إلى ذلك السهم في الأصل مخترق القمة الموجودة عند منطقة الـ 218 إذن السهم حتى الآن في اتجاه صاعد باختراق هذه القمة التي تكلمنا عنها وضعت عليها خط عند 210 فهنا أن يكون ما يحصل الآن في السهم وقع صاعد على فترة طويلة يعني على الشهر قد يكون قع صاعد فنراقب السهم في الفترة القادمة على الأسبوع يلاحظ في عملية تصحيح وطبيعي جدا بعد هذا الصعود لتقريبا خمسة أشهر يبدأ عملية التصحيح عندنا قاع لا يكسر هو 236 236 يا أحبابي اصطدم فيها السهم وارتد أم شيء لا يغلق تحته وإلا وضعك في السهم طيب طبعا المؤشرات هنا مؤشر الأداء للأسف سلبي كسر قاع هذا هذا القاع تم كسره وكسر خط الأزرق ونازل الآن هنا بداية الحمرار فلذلك ما يحصل من ارتداد في هذه الموجة لو حصل ارتداد بعد العيد وهو إن شاء الله متوقع بنسبة كبيرة لو حصل ارتداد فعندها تخذ حذرك لأنه بيسوي لقمها بطياني على اليوم يا أحبابي نلاحظ النزول القوي الحاصل في اليوم وكسر خط الأسود وتقاطع سلبي فيه هنا ونازل تحت الخط الأزرق اللي هو متوسط الترند وبداية المتوازين وترند بتقاطع مع متوسط الترند هذه كلها علامات سلبية نأخذ الآن القياسات وتنشيل كل الخطوط والنقاط اللي عندي هنا طبعا حنا الآن عندنا الموجة هذه سنعمل على قياسها بناخذ من القاع إلى القمة فنلاحظ الآن السهم عند منطقة 259 تحتها الآن إذا اخترق 259 واخترق لي القمة الصغيرة هذه الموجودة عند 272 إن شاء الله بنعود لإغلاق القط اللي هو عند 288 إذا ما قدر يطلع فوق 259 انتبه من 235 لا يصلها كسرها عندك 211 كسرها عندك 195 178 158 هذه الموجة حنا نعرف أنها عبارة عن تصحيح على موجة الشهري لأنك أنت الآن مخترق ترند في هذا الشكل يا أحبابي وأيضا مخترق قمة في هذه المنطقة وتغير الاتجاه للصعيد فما دام أنت محافظة على القاع الموجود هنا يعني أي رقم من الرقم اللي ذكرتها قبل قليل إلى 158 ما عندي إشكالية المشكلة أين؟ في كسر 141 فهنا نزول ثم عودة للصعود من جديد فهذا بالنسبة للأبحاث لكن لا بد أن تتقيد بينك بتحت 259 بيكون الهدف الأول لك 235 فوق الميتين وخمسة وتسعين وفوق ميتين وثنين وسبعين بتسكر القاب بهذه المنطقة بحول الله وقوته طيب بعد الأبحاث يأتي عندي مجموعة صافلة مجموعة صافلة يا أحبابي من أخذ على المؤشرات نلاحظ مجموعة صافلة السهم الآن شمعة حمرة القاع الذي خلونا نشيل خطوط أول القاع الذي لا يكسر في صافلة هو هذه المنطقة منطقة 36 ريال إذن السهم الآن في اتجاه صاعد يسوي قاع صاعد طيب عندنا الأسبوع الآن في صافلة الأسبوع يا أحبابي قريب جدا أنت من كسر القاع إن لم تكن يعني نشوف الآن عليه 52.50 وهنا الإغلاق 52.50 أي إغلاق أسبوعي تحت هذا هذا الخط فمعنات عندك موجة هابطة في السهم إلى الأسفل مؤشرات الأداء مؤشر الأداء يعطيك نزول للخط الأسود وهذا شيء سلبي وعندي هنا يعطيني تقاطع سلبي طيب نأتي الآن لليوم الآن لاحظ اليوم يا أحبابي طبعا هنا دخل في موجة إيجابية باختراق القمة الصغيرة هنا موجة إيجابية داخلية لأن القمة الموجودة في هذه المنطقة حتى الآن لم يغلق فوقها ثم بدأ في عملية النزول فإذا السهم في هذه الحالة لا زال في اتجاهها أبط لو كسر 51-60 أي إغلاق تحت 51-60 معناته نزول على اليوم والمؤشرات سلبية طبعا صاف الله يا أحبابي وصل إلى مناطق مقاومات وبدأ في عملية النزول الآن طبعا أنا عندي قاع وقاع أعلى نأخذ حين القاع الأقرب لأنه تصحيح للموجة الموجودة عندنا فلو أن السهم حافظ على القاع الموجود عند منطقة 36 ما كسر اللي هو عند منطقة الثمانية ثمانين فيبو فما أناتوا إن شاء الله القمة هذه إن شاء الله نتفعل باختراقها في الموجة القادمة الآن عندي منطقة 36 23-60 اللي هي منطقة 52-50 اللي أغلق عليها فلو كسرها فاتجه إلى الثمانية وربعين وربعين وخمسة وستين كسرها عندي منطقة 45 كسرها 42 كسرها 40 كسرها 38 ولا أتمنى أن يصل إلى الستة وثلاثين لأنه بكسر هذه المنطقة بيكون ليس فقط كسر فيبو بل كسر قاع شهري وندخل في موجة هابطة لكن لو أخذنا الموجة الأبعد نجد أن الخمسين وخمسين هي منطقة القادمة وبعدها عندي خمسة واربعين بعدها واحدة واربعين بعدها ثمانية وثلاثين وبعدها الستة وثلاثين كسر هذه المنطقة دخول في موجة هابطة ثنين ثلاثين تسعة وثلاثين فهل صفل لا يدخل للمناطق هذه أو أنه فقط عملية تصحيح للموجة الأولى ثم الصعود إلى الأعلى لابد أن نراقب الفترة الشهر القادم يعني الشهر هذا شوفوا العملية ضغط إلى الأسفل المطاحن الأولى المطاحن الأولى طبعا أنا حللت المطاحن الحديثة لا المطاحن الأولى طبعا خلونا نشيل الترندات هذه نلاحظ يا شباب أن السام ارتد من القاع الموجود عندي عندها 64 وبطول الموجة هذا وصل إلى هدف وهو منطقة الثمانية وثمانين ريال الموجودة عند الواحد ستين فيبو وبدأ في عملية الدحترة بعد ذلك هنا عندي ترند صاعد كسر الترند وهو الآن بشمعة شهرية تحت الترند تحت الترند يهمني الثلاثة وسبعين لا يغلق تحتها لأن السهم الآن في موجة أصلا هابطة منذ أن كسر هذا القاع هذا القاع اللي هو سبعين خمسين في هذه الشمعة أصبح في ترند هابط وهذه قمة هابطة فننتبه الآن من كسر السبعة وستين ثمانين مرة أخرى طبعا قبل أن نكسر هذا لازم أن نكسر ثلاثة وسبعين فلذلك نهتم بالثلاثة وسبعين أولا على الأسبوع يا أحبابي نلاحظ النزول الحاصل هنا عندي أنا منطقة اثنين وسبعين ريال وتسعين يعني ثلاثة وسبعين هذه المنطقة على الأسبوع منطقة حذر لا يكسر طبعا ثلاثة تسابيع نزول لو حصل ارتداد في هذه المنطقة ما لم نخترق الثمانية ثمانين فمعنات قمة هابطة على الأسبوع على اليوم اللاحظة شمعة آخر يوم شمعة ارتدادية لكن أنت من وين نازل؟ نازل من هذه القمة اللي هي عن تسعة وثمانين عشرين ما يوجد عندي أي قمة في هذه المنطقة عشان أخترقها فإذا أنا طالع بهذا الشكل لأخترق تسعة وثمانين وأنا كاسر أربعة وثمانين لا يا حبيبي إن طالع سوي قمة هابطة فلذلك أنا برسم لكن هل يستبعد أن تخترق القمة؟ لا ما يستبعد لكن أنا أمشي مع الواقع الاختراق هذا شيء يعني خارج عن المألوف فأنا أمشي مع الواقع الآن عندك هدف سبعة وسبعين سبعين اختراقها بتدخل إلى منطقة الثمانين ريال ومن الثمانين ريال لو اخترقتها ثمانين اختراق أربعة ثمانين خمسة ثمانين بعدها اختراق ستة ثمانين ثمانية ثمانين بعدها تتسعة وثمانين بعدها يولى ليس مستبعد اختراق التسعة وثمانين لكن نسبة الضائلة واحد بالمية ليلة أنه كاسر قاع ونازل هذه الموجة كلها يأقرب قمة هذه فمعناته أنت بتطلع لهذه المسافة كلها عشان تخترق هذه يعني تلقى فيها صعوبة شوي لكن عندما تطلع مثلا الموجة الأولى تنزل ولا تكسر للقاع 73 وترجع مرة ثانية تخترق القمة اللي سويتها نقول إن شاء الله أنه الأمر طيب لكن حتى الآن اللي يظهر لي أنه قمة هابطة لسهم المطاحن الأولى فانتبهوا يا أحباب من المطاحن الأولى السهم الثالث الرابع نعامل قابضة نعامل قابضة يا أحباب نأخذها الآن على فاصل المؤشرات أولا نأخذ الشهري نلاحظ السهم لم يعطي تقاطع حتى الآن ولم يخترق القطر لكنه لازال إيجابي طبعا قاعد يمشي عرضي حتى الآن ونحن أو أنا وضعت لكم في فترة ماضية خطوط سابينها بعد شوي للسهم في هذه المناطق حالة الأسبوعي قاعد ينزل الآن هو واقف عند الخط الأسود وهنا بيعطيني تقاطع لأسن هذه كلها لا تضر في السهم ما دام السهم يا إخوان فوق القاع الصفر تسعي على اليومي طبعا السهم كاسر قيعان في هذه المناطق بهذه الشمعة يوم 2-4 الارتداد حاصل هذه قمة هابطة الآن قمة هابطة على اليومي طيب تعالوا نشوف الرسومات الموجودة عندي هنا ناخذ الشهري ناخذ الأسبوعي ناخذ يعني ناخذ الأسبوعي لاحظوا الترند اللي أنا راسمه هنا في هذه المنطقة يا إخوان لم يتمكن من اختراقه اخترق فقط الترند الفرعي الداخلي لأن هذه الشمعة اخترقت وعادت فلذلك رسمت أنا على هذه الشمعة طبعا لم يخترق حتى الآن الترند الآن عندي أنا ترند آخر موازي أنا لو نزلت واصطدمت هنا طبيعي جدا ثم الارتداد الاختراق من جديد قد يكون الأمر فنحن الآن نتفاعل بإذن الله بأنه قد ينضغط هنا أو قد يخترق مباشرة الترند الأول فيروح للترند الثاني إن شاء الله ويطلع إن شاء الله ما يصل للقاع اللي هو تسعين تحت هنا صفر تسعين المنطقة هذه قد يشكل لي قيعان قيعان هنا في المنطقة هذه هذه القيعان عبارة عن كوب وعروع إن شاء الله باختراق هذه المنطقة أنا ذكرت لكم الأهداف إلى ريال وعشرين والهدف الجواري عندي للموجة ريال واربعة وسبعين فلذلك حتى الآن لا زال السهم يمشي عرضي في أنعام الله يكون ويصبر من لك وحتى يعطينا الانطلاقة آخر سهم عندي بعظيم بعظيم يا أحباب لو أخذنا على الشهر سنلاحظ إن السهم لم يستطع أن يخترق قمة موجودة في هذه المنطقة وهي عند منطقة ثمانية وسبعين ريال ثمانية وسبعين ريال فلذلك نكون حذرين من السهم طبعا أنا عندي الآن نزول في الشمعة الشهر الماضي الآن ارتداد الأعلى هل هذا الارتداد إيجابي؟ نقول لك إيجابي حتى الآن لكن لا بد تعرف إنه احتمال إذا ما قدر يخترق الثمانية وسبعين ويغلق فوقها فمعناته قد يتراجع بك الآن مؤشر الأداء معطيني قاع قمة والآن لا زال لماله إلا أربع أيام لم يخترق الخط الأسود وهنا لم يعطني تقاطع عطاني تقاطع إيجابي لكنه ما اخترق الخط الأسود على الأداء على الأسبوع لاحظ القاع 69-40 الخط الموجود هنا كسره معناته سلبي في السهم الصدم فيه وأغلق فوقه فلذلك ارتداء لكن لا بد أن تلاحظ إن كسر قاع وكسر خط الأزرق في أي ارتداد للا أعلى قمة هابطة ما لم تخترق وتغلق فوق هذا الرقم اللي هو 76 وأنا أطالب على الشهر بالـ 78 مؤشر التذبذب لا زال إيجابي وإن كان فيه حمران لأنه لم يعطي تقاطع السلبي على اليوم نلاحظ الارتداد ضعيف جدا طبعا كسر قاح على اليوم في منطقة 75 ريال وبدأ يشكل لقيعان نازلة طبعا أول قمة أريد أن يخترقها هي منطقة 72 على اليوم عشان يعطيني موجة صائدة مؤشرات لازالة سلبية كما نراها الآن نأتي لقياس الهابطة الآن عندي منطقة 38 الثبات فوقها وفتح الأسبوع القادم واختراق 72 اللي هو حقي اليومي فإني سأتجل الـ 73 اختراقها بيكون عندي 75 بعدها 75 70 ونراقب هل يخترقها ويطلع للـ 76 بعدها 78 40 أو إنه ديور قبلها وينزل ويسكل قمة هابطة وينزل فلذلك خلك حذر في سهم باع عظيم يا حبيبي كذا أكون أنا نحيت التحليل الأسهم الخمسة أتقابل معكم في فيديو قادم سلام عليكم سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر